أضرار ومخاطر مشروبات الطاقة وأضرار التدخين الإلكتروني بدايتنا هتكون مع مشروبات الطاقة واللي الحقيقة بيتم الترويج الشديد لها على مستوى العالم كله لدرجة الاستعانة بالنجوم في مختلف المجالات ومنهم في بلدنا مصر تلاقوا نجوم كبار جدا جدا المفروض يعني وبيروّجوا لمشروبات الطاقة دي على اختلاف أنواعها وأشكالها وعلشان كده قبل مبدأ كلامي عن أضرار مشروبات الطاقة أو مكوناتها ثم أضرارها أحب أن أنا أوجه كلمة عن المسئولية المجتمعية للمشاهير أو للنجوم يا جماعة مش كل حاجة يأتي من ورقها المال تتعمل لازم نسأل نفسنا الحاجة دي مفيدة ولا مضرة يعني أنا فجئت الحقيقة بأحد يعني كبار الرياضيين في مصر في الفترة اللي فاتت مش عايزة أقول كمان يمكن في العالم العربي يعني بيروّج لنوع من أنواع الأكلات تمام فالأكلات دي وبيتروج لها كمان على أنها حاجة يعني هو ظهوره في هذه المادة الإعلانية بيقول أنه هو ده رياضي فبالتالي هي حاجة مناسبة للرياضيين أو ما إلى ذلك وللأسف في أطفال بتقلد يعني الحاجات دي كلها كذلك برضو النجوم اللي بيشاركوا في حاملات وسعة جدا جدا سواء مثلا للمياه الغازية اللي هي برضو لها أضرار ولكن ليست في خطورة أو في مشاكل مشروبات الطاقة علشان كده أنا بوجه كلمتي دي لكل المشاهير على كل المستويات لازم يكون في عندكم ما يعرف بالمسئولية المجتمعية أنا بعمل ترويج لإيه؟ لحاجة هتفيد الناس هتفيد الشباب هتفيد الأطفال هتفيد البنات ولا حاجة هتضرهم؟ لو حاجة هتضرهم يبقى أنا هيكون علي مسألة وذنب كبير بدء ذي بدء أمام ضميري ثم أمام التاريخ والإنسانية بعد كده شكرا